السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناتي ديليس فتم سارة اليوم غادي نشارك معاكم دي بغوشات بالدجاج اولى بلادان اللي غادي نكون معاهم مرافقات اولى مقبلات اللي كانوا تحت طالب الاخس نعيمة هاد مقبلات انا درتهم شتوية ان شاء الله تشفيهم ويعجبوك كي تقدموا ساخنين غادي نمروا بسم الله على بركة الله للمقادر عندي هنا يصدرات الدجاج اللي كيلو ومعاها على حسب عدد افراد الاسرة عندي ثلاثة الملاعق بين قصبر والمعدنوس كبار ثلاثة الفصوص ديال التوم بصلة كبيرة مبشورة عندي هنايا عصرة الليمون الحام 2 ملاعق عندي الزيت عندي لها ملعقة كبيرة انا هنايا ما كانش عمر عندي ما متوفرش يعني ما كانش عندي فتزيف وصلصة الطماطم عندي القصبر اليابس البابريكا الكامون الكوركم والفلفل الاسود والملح بالنسبة اخواتي التجاج فانا خديت سطرة التجاج اللي غزلتهم بالماء ونقعتهم في الخل يعني الخل اول حاجة تيحدنا الزفرة وتساعدنا باش انه تيترتب معانا وتيطيبو تبقى وهشاش وفتيي سقطرتو من ذاك الماء وكيف ما تشوفو القطع تاوك يكون مكعبات غضي ندفع ليهم المكونات اللي عندي هنا بالنسبة للبهارات فالقصبر انا تنكتر تندير ملعقة كبيرة عكس الكمون لانني مثلا بغيش يتلقلي ذاك المرورة في هاد اللي بغوشيت هادو لمطاعد اخواتي كيف ما ذكرت كتروا منها كتوتا مع هاد تتبيلة كاملة وكيجيو اللداد غضي نضيف الزيت وغضي نخلطهم كاملين غضي نغطيهم ونخليهم في تلاجة يرتاحوا شوية بالنسبة لهاد تتبيلة هادي كتجي لديدة وكتجي رائعة كيف ما ذكرت اخواتي نكتروا من القصبر اليابس كاعدة محدلتا ونقصو من الكامون باش ميجيوناش مورين ممكن نخليهم ليلة كاملة بالنسبة للمرافقات عندي هنا يا الجازر او الخيزو وعندي الشوفلوغ او الزهر القرنابيض غضي نكون نغسلتهم ونقيتهم بهذا الشكل هذا وغضي نوضعهم في الكسكس كيتبخروا هنا بالنسبة للشرمولة عندي المادنوس عندي فصوص توم جوج وعندي الفلفلاء الحلوة عندي الزيتون وعندي الحامض المصير وعندي واحد القرن دي الفلفلاء الحارة داروري هاد الفلفلاء الحارة ضربتهم في الخلط هنا غضي نزول منهم ملعقة كبيرة تكون مملوقة هنا ضفت الكامون تحميره او للبابريكا وضفت الملح وغضي نضيف زيت زيتون وغضي نخلط هاد الشرمولة هاده اللي كنخلط فيه هاده غتكون خاصة بالجازر او لخيزو وبالنسبة اللي انا احتفت به غضي يكون خاص بهد الطبق هاده اللي هو البطاطا بالنسبة البطاطا غضي نسمحولي انا ما وريتش البطاطا كيفاش كتسلق المقطع عندي ولكن بين اللي ما حطيتوش المهم اخوات غضي نذكر ان شاء الله هنا عندي البصل البصل عندي الفلفلة الحلوه يعني النص التاني دياللي درتو مع الشرمولة مع الزيت مع ذيك الشرمولة اللي انا يتركت هاده نخليهم كاملي كيتشوحوا مع بعضياتهم غادي نضيف هنا يا الكمون غير شوية والفلفلة الحمرة اللي هي البابريكا وشوية دياللي بزار هاده نخلط هاد الشرمولة بنسبة اخواتي البطاطا فانا خديت الماء غليته ضفت عليه شوية ديال الخل وضفت عليه الماء عفوا الملح وصلقتها نص سلقة يعني كيف ما كتشوفوها معاي رها باقة قابطة فرصة يعني ما نخليوها شكت تكت هرا معانا وغادي نخلطها مع هاد شرمولة هادي ونخليوها فوق النار تقريبا خمسة دقايق باش انها تدبال معانا ودي تكمل طيب ديالها من خمسة دقايق حتى العشرة دقايق بالنسبة للاضافة اخواتي اللي غادي نضيفها من بعد ما غادي تتقد عندي هاد البطاطا هادي في الطيب غادي يكون القليل من الزيتون والحامض المصير لغادي نقطعو قطع رقيقة بالقشرة ديالتو باش كيتبت ليدك الطعم ديال الحموضة لانك كيف ما تنعرفو دائما البطاطا كتوتها مع الزيتون ومع الحامض المصير غادي نضيف عليهم القليل من البقدونس من الفقه كتقدم هادي سخونة كتجي لديدة 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 بزاف بهاد شرمولة هادي هنا غادي نمرو للطبق التاني وهو الشوفلوغ غادي ناخد حبة ديال الطماطم كبيرة مع الزيت مع قفص ديال الثوم وغادي نخليهم حتى غادي نيدبالو مع بعضياتهم فوق النار من بعد غادي نضيف ملعقة صغيرة ديال سلسطة الطماطم وغادي نضيف المعد نوس الحامض المصير شوية ديال كامون بابريكا وشوية ديال الفلفل الاسود غادي نخلط هاد الشي ونخليها تشرمولة عندي حتى كتطيب معانا يعني هي كتبدأ كتطيب معانا وغادي نبدأ تنوضع في الشوفلوغ اللي أنا بخرتو في الكسكاس بالنسبة لي حتى هوي نخليه يعني مش نسطيب نفوتولو نسطيب باش يعني يجينا مزيان وغادي نخلطو هاد الشي كامل مع بعضياتو هاكدا أنا هنا يا حاجتي بهاد القطع تبقى يعني صحيحة كيف ما تنعرفوش في لغة اللي تيكون مشارمل تيكون لديد لديد بزاف وبالأخص مني تنخليو هاد القطع هكا بينه وصحيحة معانا غادي نبقا تنخلط فيهم بهات الشكل هادا حتى يتلبس كامل بالشرمول اللي عندي أنا خليته فوق النار كنت انسيت موضات شلملح غادي نوضحها ومن بعد غادي نوضع ملعقة صغيرة ديلة الخل اللي غادي سعطينا واحد لحموضة في هاد شوفلوغ هادا او لا تقدروا تضيفو عصير ديال ليمون الحامض ملعقة صغيرة حتى الكبير على حسب الضغ كيف ما تحبوه وهذا هو شوفلوغ المشرمل جاهز هنا غادي نمرو نديرو في المقلات زيت زيتون او للزيت العادي اللي متوفر للي حبيته غادي ندير شرمولة اللولة اللي كنت خلطتا وغادي نضيف الجزر او لخيزو بالنسبة هنير خيزو فهو طيب عندي عادي طيب وعادي هاد سلطة هادي او لهاد المقبلة كتسكال بردة كيف ما كتسكال سخونة هاد الخيزو هادا كيجي رائع وكيجي لديد بالاخص منين سنضيفوه في هاد الشرمولة هادي الفلفلة الحارة اللي هي غرون كتعطي واحد لداء رائع وتيجي حار وتيجي مشرمل رائع فهو كيف ما شفته معايا طايب ما كيديش معانا الوقت بزيف غاك نخلطوه هاكا وصفي كيكون واجد هنا غادي ندوزو نديرو لبغوشيت ديولنا في الاعواد ديول شوي انا هنا يختارس اناني ندير الاعواد هادو اللي هما يصغر وميني ايضا متوفر عندكم الكبار تقدروا تديروهم يعني بالمرة سيكون يعني هاكا العود كبير او لا القطبان اللي كان عرفوهم حني ديول شوي انا فضلت هاد الطريقة هادي غادي نلبسهم كامل انفاذ الاعواد هادو ومن بعد غادي ندير لهم الالمينيوم في الاخر ديالهم غادي نشوفوهم معايا ان شاء الله باش ما يتحقوا ليش في الشواية انا غادي نشوي فوق الشواية الكهربائية غادي نشوفو معايا ان شاء الله غادي نكمل كامل الكمية ونلزاقل هنا عندي شوية الكهربائية انا سنفضلها صراحة ولو كتدير شوية العجعاجة ديالت الدخال شوية مشي بزاف لكن سنفضلها صراحة كتعطيني نفس النكهة ديالت شوي وكتجي رائعة انا مرة مرة اذا عندي بحال هكا السدرة تعد جاج كنرش واحد البخاخ ديال الزيت باش كيجيوني مدهبين وكيجيوني هكا ميدو مين فقط على حساب التصوير انا مبغيتش ندير هاد اللقطة هادي باش اناني من من كترش ديالت العجعاجة الموهي بنسبة الفلافل فانا قطعتهم وغدي نستف كاملين هاد شي كامل الفلافل غدي نحطهم غر واحد شوية حتى ياخدوا ديالت ديالت شوي ومن بعد غدي نحطهم فوق هاد القطبان هادو وصفي كمقا مخليهم يطيبوا اهلا راحت راحتهم غرب شوية بشوية كلها شوية كنقلبهم باش كي يطيبوا هنا منين طابوا صفي انا جمعتهم كاملين مع بعضياتهم تقدروا تديروا طماطم البصل مرافقات معاهم سيجيوا الداد وجميلين هنا كان بالنسبة لمرافقات عندنا طبق ديال البطاطا وعندي الشوفلور وعندي الجازر هاد الطلب كان تحت الاخت نعيمة نتمنى انك اختي تشوفي هاد الفيديو هذا انا سألتك في القناة هل انتي بغيتي مقبلات باردة او لا عصرية او لا تقليدية او لا شتوية نتمنى انك تشوفي وترد علي وانا تحت طلب بتاعك هذا كان طبق ديال المساوي شاء الله يعزبكم الفيديو وتجربو هاد البغوسات